مرحبا بكم مشاهدين الكرام، سعيد بلقائكم من جديد. نظام أساسي جديد للمعلمين يحذف شرط تسقيف السن ويمنح الوزارة حق تحديد شروط المباريات. إليكم التفاصيل. توصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أمسن الجمعة بنسخة ورقية لمسودة مشروعي النظام الأساسي ونظام تعويضات الخاصين بموظفي وزارة التربية الوطنية. وتضمنت النسخة المحينة من النظام الأساسي الخاص حذف شرط تسقيف السن لولوج مهنة التعليم حيث كانت وزارة التربية الوطنية قد فرضت في وقت سابق عتبت 30 سنة لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية. وبذلك أصبح بإمكان أي شخص يتوفر على الشروط المطلوبة ولا تجاوز سنة 30 التحق بإحدى الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين والمشاركة في مباريات التوظيف. كما منحت المادة 46 للوزارة المكلفة بالقطاع حق تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمبارات المهنية وامتحانات الكفاءة وذلك بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. وتضمنت النسخة المحينة حسب مصادر نقابية إلغاء العقوبات الواردة في النظام المجمد وتحديد المهام لكل إطار وساعات العمل وتعديلات أخرى. ويأتي هذا الإنجاز بعد مفاوضات طويلة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية حيث تم الاتفاق على عدد من النقاط الخلافية بما في ذلك إلغاء شرط تسقف السن. ويعتبر هذا النظام الأساسي الجديد بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق وواجبات موظفي وزارة التربية الوطنية حيث يضمن لهم مجموعة من الامتيازات بما في ذلك تحزين الأجور والترقيات وظروف العمل. ويشار إلى أن يسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم أكد على أن نقابته استفسرت اللجنة الحكومية عن سبب التوقيفات التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم. مطالباً الوزارة الوصية على القطاع بضرورة توقيفها للمساعدة على إنجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته. مشيرة أنها ستتواصل مع كافة المسؤولين الجهويين والإقليميين لمناقشة حالات التوقيف هاته. شكراً للمشاهدة